إن تغييرا لم يحدث منذ مئة عام يجري حاليا وسنقود هذا التغيير معا هذا ما قاله الرئيس الصيني شي جينبينغ في زيارته الأخيرة وقبل مغادرته موسكو لنظيره الروسي فلاديمير بوتين الذي شد على يده وقال أنا أوافق وبعد انتشار مقطع الفيديو في وسائل الأعلام رأى الخبراء والمحللون أن كلام الرئيس الصيني الذي وصف زيارته بأنها رحلة ود وتعاون وسلام ربما يعني للغرب دق ناقوس الخطر والحذر من تنام العلاقات بين العملاقين الروسي والصيني ولكن ما هو التغيير الذي كان يقصده الرئيس الصيني وماذا تريد الصين من روسيا في البداية دعونا نتحدث قليلا عن وضع روسيا والصين بعد عام من الحرب الروسية الأوكرانية التي تعرضت موسكو في أعقابها لعقوبات غربية وكيف دعمت الصين الاقتصاد الروسي في تلك الأثناء وكانت بمثابة شريان الحياة الاقتصادي لروسيا وواصلت شراء النفط الروسي باليوان الصيني ولكن في الوقت الذي كانت فيه الصين تحاول الحفاظ على علاقتها مع روسيا حاولت أيضا حماية اقتصادها الذي يعتمد على نظام عالمي تهيمن عليه الولايات المتحدة ولابد أن الصين ترغب في الحصول بالمقابل على ما يدعمها أكثر من مجرد تعميق العلاقات وهذا ما كان حين وقع الزعيمان الروسي والصيني في لقائهم الأخير عدة اتفاقيات لعدد من القضايا لخصها تقرير نشرته صحيفة فيزيغلياد الروسية بأهم خمس ملفات تحتاج فيها الصين روسيا الأول نظام عالمي جديد فبعد أن أدركت الصين صعوبة اكتساب لقب القوة الاقتصادية العظمى أحدثت تغييرا على مستوى سياستها ولعبت دور صانع السلام بإطلاق عمليات المصالحة السعودية الإيرانية فضلا عن مبادرة السلام من أجل أوكرانيا ثانيا الاستقرار في آسيا الوسطى فموارد الطاقة القادمة من روسيا إلى الصين تعبر أراضي آسيا الوسطى التي تعتمد عليها بكين بدورها لنقل بضائعها إلى أوروبا كجزء من طريق الحرير الجديد ثالثا أمن النفط والغاز اتبقى الصين في أمس الحاجة إلى ضمان تدفق موارد الطاقة وضمان أمن مصادرها بمساعدة روسيا التي تستطيع بدورها إمداد الصين بالنفط والغاز دون مشاكل حتى لو كانت من أهم مراكز التصنيع في العالم رابعا التجارة والإنتاج فالولايات المتحدة أعلنت الحرب التجارية ضد الصين وطردها من الأسواق الغربية وأصبح بإمكان روسيا شراء المنتجات الصينية عالية القيمة خامسا التكنولوجيا العسكرية وأخيرا المجال العسكري وهو الأهم في مجالات التعاون التكنولوجية برأيكم هل يمكن أن تكون الحرب الروسية الأوكرانية بالفعل نقطة تحول تاريخية تنبئ بظهور معالم نظام عالمي جديد؟ ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة